اهلا بكم في النشرة الاقتصادية اكد شيخ نواف بن ابراهيم الخليفة الرئيس تنفيذي لهيئة الكهرباء والماء اهتمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالحد من الانفاق والهدر في الطاقة الكهربائية والثروة المائية من خلال الاستثمار المنظمة في الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الموارد المائية وعضح الشيخ نواف خلال افتتاح الورشة الثامنة للجنة الترشيد الكهربائي والمائية الخليجية انه في الوقت الذي تتهاوى فيه اسعار النفط عالميا لازال استهلاك الكهربائي يشهد نموا عاليا بنسب تتجاوز سبعة بالمئة مشيرا الى سعي حكومات المنطقة الى مواجهة التحديات من خلال تعزيز وتكامل البنية التحتية والبحث عن مصادر بديلة للطاقة اكد مشاركون في مؤتمر الفرص الاستثمارية والخدماتية على استمرار ريالة مملكة البحرين في تنوير مصادر الدخل والاستثمار المستدامي في العنصر البشري الى جانب تهيئة الفرص الاستثمارية الواحدة في عدة قطاعات اقتصادية واوضح المشاركون خلال المؤتمر الذي تنظمه الدانا فريكسون ان البحرين ما تزال تتبوأ مكانة مرموقة في مجال توفير مناخ جاذب لرؤوس الاموال الاجنبية وبقائها الخيار الامثل للعيش بالنسبة للكثير من الجنسيات حول العالم لافتنا الى اهمية المؤتمر في اتاحة الفرص امام القطاع الخاص البحريني لتعزيز تعاون الاستثماري في مختلف المجالات مع مؤسسات الاعمال والشركات العائلية من جميع انحاء العالم اعلنت شركة المعارض العربية عن استكمال الاستعدادات لتنظيم معرض الجواهر العربية لعام 2015 بنسخته الرابعة والعشرين والذي تنطلق فعالياته غدا بمشاركة اكثر من ستمائة عارض من ثلاثين دولة حول العالم فيما اكدت وزارة داخلية اتخذها لكافة الاجراءات والخطط اللازمة لانجاح استضافة مملكة البحرين للمعرض بما يليق بمكانة البحرين وتمييزها في صناعة المعارض وينظم المعرض على مساحة تبلغ واحدا وعشرين الف متر مربع لعرض مجموعة كبيرة من المجوهرات اضافة الى ساعات الفاخرة والاحجار الكريمة ويضم المعرض وفودا من هونج كونج والهند وايطاليا وماليزيا وسانغافورة وتايلاند اضافة الى تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية المعرض طبعا تنظم شركة الادارة العربية والهيئة تقوم بالتنسيق معها في جميع الامور الفنية والادارية الهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات تستعد لها المعرض منذ فترة طويلة نظرا لحجمه والاقبال الكبير الذي يصل الى اكثر من خمسين الف زائر عدد كبير منهم من خارج مملكة البحرين خصيصا يحضرون لهذا المعرض كل عام الذي يقام لمدة خمسة ايام الهيئة البحرين ايضا تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية سواء فيها الادارية او الامنية او التشقيلية مع جميع مغاولين منصات العارضين المعرضين